بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام وعلى رسول الله المبعوث رحمة المهداء حلقة يوم الحد احنا متعودين ان احنا بنروح شوية ندخل جوه البيوت ونقض شوية مع الازواج ونحاول بقدر الامكان وكأننا نعمل لهم استشارات جوه البيوت فاحنا كلنا دلوقتي كأننا في مركز الارشاد عندنا قاعدين مع بعض بنتكلم في احوان ولما نقلب كده في مشكلاتنا عا تطلع علينا ورقة مهمة قوي قوي طالع فيها مشكلة صعبة شوية بتخلي التوافق اللي ممكن نوصل بيه الى الرضا ثم الى السعادة صعب بتعطله كتير قوي وحلقة النهاردة دي عا نتكلم عن الورقة اللي فيها المشكلة دي فيها مشكلة شوية محتاجة نعود ونفهمها بهدوء المشكلة دي بتنتكلم فيها اللي بنتكلم فيها معاكم النهاردة ممكن نسميها ظاهرة حتى انا اقول لكم حاجة حتى هي ممكن تكون ظاهرة بمفهوم علماء الاجتماع ظاهرة ظهرت في الجواز وبتهدد استقراره وبتعدد كمان استمراره وانا عايز اقول لكم ان الظاهرة دي انا عندي من اهم اسباب ارتفاع نسب الطلاق هي ظاهرة بتنخر في الزواج بتنخر في عود الزواج الظاهرة دي انا سمتها ايه؟ ظاهرة بزنست الزواج او زواج البزنس يعني ايه الكلام ده؟ الزواج الاساسه ما بين الطرفين ان يكون اساسه ما بين الطرفين الفضل هكذا الله سبحانه وتعالى علمنا ولا تنسوا الفضل بينكم لغاية اخر نقطة في الجواز فالجواز مبني على الفضل في بزنست الزواج او في صاهرة الزواج البزنس بيحصل ايه؟ ان الجواز ما بين الطرفين يتبني على البحث عن المنفعة والمصلحة ما تستعجلش مش المصلحة المالية بس المصلحة بكل مفاهمها المصلحة ممكن تكون تعويض واحد متجوز عشان يعود تجربة قديمة واحدة متجوزة عشان تعود حنان ابوها ومش عايزة من الجواز غير ده فهي عايزة مصلحتها وبس فكل طرف عنده بعض الاهداف اللي وضعها في الجواز ومتوقع ان هي تتحقق في الجواز فلو تحققت يبقى الجواز نجح والبيعة جابت تمنها ونستمر فيها طب ولو ما حققتش يبقى جوازنا فشل وما حققش الارباح والمنافع وما جاش منه الريت اللي احنا منتظرينه فجواز البزنس اذا مبني على فكرة ان الجواز للحقوق فقط ويمكن شوية الواجبات يعني ايه انت هتديني ايه وهديك ايه ممكن يطلع بين جبونج ممكن يطلع به بيع وشرة ولذلك من اكتر الالفاظ اللي انا بقاومها هو تسمية الجواز بانه شركة شركة بمعنى شركة الشركة اللي هي كامبني الشركة اللي فيها اسهم ودفع فلوس وحصص فكتب ان الناس بيطلقوا على الزواج ان هو شركة فالشركة هنا معناها مش التشارك المعايشة الشركة معناها ان كل واحد له ايه حصة وعايز منفعة متبادلة ومحددين العائد المادي والمعنوي والربحية اللي هيحصل عليها كل واحد بس ايه ده بس ده من الزواج ده من الله سبحانه وتعالى يقول ومن اياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجها لتسكنوا اليها واجعل بينكم مودة ورحمة تعالوا نشوف كمان ايه اللي في مجتمعنا يساعد على ده ساعد على تكوين مفهوم زواج البزنس او بزنست الزواج زيادة ظاهرة مهمة جدا في المجتمع اسمها الفردانية يعني ايه الفردانية الفردانية معناها ان انا ببساطة خالص عايز احقق مرادي وان كل واحد بينظر لنفسه فقط دون النظر للطرف الاخر وانا متجوز عشان احقق مصالحي بعيد عن اي شخص اخر انا متجوز عشان امبسط طيب لو ما مبسطش وساعات الزواج ده زواج البزنس ده بيجي منتج منه اسمه زواج اللي الزواج الفندقي انا متجوز عشان جملة من الخدمات انا عايز شوية خدمات عايز زوجتي توفر لي هدوء يعني ايه تعمل لي موسيقى وتعمل لي كذا طب وهي لا انا عايزة بقى احس بالهدوء ولا تحس بالهدوء الناتج ما بين مشاركتكم ومنتو الاتنين وصناعت زواج مستقر سعيد لا انا عايزة بقى ها عايزة هدوء طب وهي محتاجك تتصرف هي اهم حاجة تكون انا اه وما انت جوزت ليه اه انت جوزت عشان اه انت جوزت عشان تقعد في الفندق